السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا قوم الامتابع والمهتم ببرنامج الهجرة الريفية الى كندا عارف انه البرنامج ده في شقين شق خاص بالحكومة الفيدرالية ليهم شروط خاصة فيهم وليها تنطبق على كل 11 مدينة المشاركة في البرنامج ده والشق الثاني الخاص بكل مدينة لوحدها كل مدينة تكون عاملة نفسها شروط وطريقة حساب النقاط الى اخر البرنامج مدي لكل مدينة من الموضل الى 11 100 طلب انهم يقبلوا 100 شخص او 100 طلب فتتكلم على 1100 مجموع الى 11 مدينة الشق الفيدرالي هو اللي يهمني في الفيديو ده خلينا اشرح لكم كده انا كنت تكلمت عنه قبل كده اقول تجميع لكم اياها في مقطع واحد بدل ما كل فيديو بتكلم عن كل مدينة اقعد اعيد نفس الحكاية فالمقطع ده هيكون خاص فقط بالشق الفيدرالي ايه هي الشروط بتاعة الحكومة الفيدرالية اللي هتنطبق على جميع كل اللي هايش عايزين يشاركوا او يقدموا عن طريق المدن الريفية بغض النظر عن الاشتراطات الخاصة بكل مدينة على احدا تعالوا مع بعض نشوف المقطع اللي اتكلمت فيه عن الموضوع ده عن الشروط الفيدرالية الخاصة ببرنامج الهجرة الى كندا عن طريق المدن الريفية سريعا كده خلينا نفكركم بالشق الفيدرالي الشروط بتاعته احنا عنا خمس شروط لازم تكون محققة فيك كمتقدم اول حاجة اللي هي الخبرة العملية لازم تكون عندك خبرة عملية على الاقل 1500 ساعة في اخر ثلاث سنوات في المجال انت بتقدم عليه اللي هي سنة اذا كنت درست في المدينة اللي انت بتقدم عليها اللي هي شهادة اخذت شهادة دراستها سنتين على الاقل بتم اعفائك من الشرط بس طبعا تكون حصلت على الشهادة دي في اخر خلال اخر 18 شهر من تاريخ تقديمك على الهجرة اللغة اذا كان النوك بتاعك زيرو لازم زيرو او اي لازم الـ C-L-B-6 اذا كان بي لازم C-L-B-5 وازا كان C-D لازم يكون C-L-B-4 وطبعا لازم تكون عملية الامتحان مش مجرد بس انك انت بتتوقع مستوى كيف اللغة لازم تكون عملية الامتحان سواء الـ I-Lets او TCF او اللي هو السلبب تاريت حاجة تعليم لازم تكون قيمة الشهادة بتاعتك عملت تقييم الشهادة بتاعتك وعلى الاقل حاجة تكون حاصل على شهادة الثانوية إلا إذا كان المهنة اللي بتقدم عليها محتاجة حاجة أكبر من كده بس أقل حاجة في الطلبات دي كلها لازم تكون شهادة الثانوية ده مطلب وتكون قيمة الشهادة بتاعتك ولازم تكون عندك المبلغ المادي الضمان المالي يكون موجود إحنا حالياً بنتكلم على إنه لو كان شخص واحد 8722 دولار و7 أشخاص 23080 دولار هو دي المبالغ اللي هي المطلوبة ممكن تتغير فيه وقت فأنت تدخل بنفسك على حسب أن تتفرج على فيديو دائمته وتشوف الأرقام كاما وآخر حاجة بالنسبة للشقة الفيدرالي لازم يكون عندك إنتينشن أو عندك النية أنك أنت تعيش في المدينة اللي أنت بتقدم عليها وزي ما أعودكم مع كل إعلانها يطلع إن شاء الله من كل مدينة مشتركة في برنامج ده هعمل لكم فيديو خاص بالمدينة دي وبشروطها ما تنسوناش من الدعم المستمر الشير واللايك لو أعجبكم المحتوى والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لو لسا ما عملتوش الكلام ده ودعواتكم وفي أمان الله